اشتركوا في القناة وهو يصف الجزائر بالدولة العدوة ويظهر الفيديو حسب دات المصادر الذي تم تصويره خلال لقاء القنصل المغربية بعدد من رعاية المملكة المغربية في شوارع وهران اين كانوا بصدد نقل شغلتهم لممثل الدبلوماسية المغربية في الجزائر ونفى القنصل المغربي في مدينة وهران الجزائرية ان يكون قد تلفظ بوصف مثيئة الى الجارة الشرقية خلال لقاء له بعدد من افراد الجالية المغربية معتبرا ان الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي مفبركة واكد احردان بطاهر لوسائل الاعلام المغربية ان المشاهد الظاهرة في الفيديو التي تبين اجتماعه بعدد من المغربة امام مقر القنصلية كلها وقائع صحيحة الا ان الصوت مفبركة اذ اكد المتحدث انه لم يصف بشكل مطلق الجزائر بانها دولة عدوة بخلاف ما اظهره الفيديو المنتشر واكد احردان في تصريح للموقع ان اللقاء كان مقتصرا على اعضاء الجالية اذ سجل الفيديو المذكور قبل ان يطلع على نشر المقطع المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الجزائريين حسب قوله تغريدة نارية للدعية الكويتي طارق الثويدان عن هذائم الامارات في ليبيا واليمنة في اشارة واضحة للامارات ومصر والسعودية تمنى الداعية الكويتي البارزة طارق الثويدان المزيد من الخذلان والفشل لتلك الدولة وقال في منشور اللوع عبر حسابه الرسمي في فيسبوك لاعذاء للدول التي تدعم حفتر في ليبيا والمجلس الانتقالي في اليمنة بالخثائر والهذائم المتتالية واضاف نتمنى لهم المزيد من الخذلان والفشل والظلم الذي يمارثونه على العباد والبلاد هو ظلمات يوم القيامة ومنذ الرابع ابريل 2019 تشن قوات الجنرال المدعوم اماراتيا خليفة حفتر والمدعومة من دول اقليمية وأوروبية هجوما متعترا للسيطر على العاصمة رابلوس مقر حكومة الوفاقة والاثنين قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا العقيد محمد قنونو ان السلاح الجو التابع لحكومة الوفاقة نفذ ست دربات جوية على قاعدة الوطية اقصى غرب البلاد وقال قنونو في ايجاز صحفية نشرته عملية بركان الغضب على صفحتها بفيسبوك ان السلاح الجو استهدف ثلاث سيارات مصفحة واليتين مثلحتين وتمركوزات لعناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل القاعدة كما اعلنت عملية بركان الغضب مقتل عدد من قوات حفتر بعد توجيه ضرباتنا وصفتها بالدقيقة في محور الخلع جنوبي طرابلوس واكدت تدميرها عربتين لثواريخ جراد وصيارة محملة بالذخيرة وقالت عملية بركان الغضب انها فككت واذالت عشرات الالغام ومخلفات الحرب التي ذرعت قوات حفتر في منازل مدنيين بمحور مشروع الغضب جنوبي طرابلوس واكدت عطورة على الغام تستخدم ضد المركبات والاليات لكنها قالت ان قوات حفتر عدلتها لتنفجر بمجرد مرور الافراد وشبهت عملية بركان الغضب طريقة التي تستخدمها قوات حفتر بالنهج الذي اتبع تنظيم الدولة في مدينة الثرثة عام 2016 وتتبر قاعدة الوطي أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة ترابلوس إلى الحدود التونسية وسيطرت عليها ميليشيات موالية لحفتر قبل ست ثنوات وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية ونقطة لحجر القوات القادمة من الشرق الليبية كما تستخدم لقف عدد من مناطق ترابلوس وتواثل قوات حكومة الوفاق محاصرة قاعدة الوطي عقب مقتل آمر حماية أثمام سيك يوم التلتاء أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في العاصمة ترابلوس أنه لا حل من أي حوار برعاية دولية ما لم يسبقه موقف واضح وصارم تجاه الاعتداءات المتكررة على المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون بشكل يومي للقصف العشوائي وطالب مجلس النواب الليبي في بيان له مجلس الأمن الدولية بعقد جلسة طارئة وتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين في ليبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ قرارات ثارمة لحماية المدنيين وقال المجلس أن الدول الداعمة لمن وصفه بمجرم الحرب خليفة حفترة وعلى رأسها ما سمها بدولة الإمارات لا يبالون بمن يسقط من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ ولا بحجم الضمار والخرابة من جهتي قال رئيس مجلس النواب حمود السيالة إن أي دعوة للحوار قبل انتهاء العمليات العسكرية لن تجد آدانا مصغية وأنه لن يقبل بحفتر شريكا أساسيا في المرحلة المقبلة والمستقبل السياسي عموما ووصف السيالة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريس المجتمع الدولي بصمت إذاء جرائم قوات حفترة بالشريك في تلك الجرائم مثل دول العدوان تماما وطلب السيالة جوتيريس بإصدار قرار ضد مرتكبي جرائم قصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين ومعاقبة واستبعادهم من كل ما يمث مصير البلاد ومعاقبة واستبعاد الدعمين من أي حوار بشأن الحالة الليبية وفي الأثناء حضرت تركيا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفترة من أنها ستصبح أهدافا مشروعة في حال واصلت مهاجمة بعثات أنقرة ومصالحها بليبيا ويأتي هذا التحذير بعد أن استهدفت قوات حفترة الخميس الماضي بالثواريخ جرادا محيط إقامة السفيرين التركي والإيطالية في منطقة الزاوياء الدهماني بطرابلس مما أصفر عن مقتل عنصرين من القوات الأمنية المكلفة بحماية المقرات الدبلوماسية وقالت الخارجية التركية في بيان لها نشدد أنه في حال استهداف بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا ستصبح قوات حفترة أهدافا مشروعة وأضافت الهجمات على البعثات الدبلوماسية بما فيها سفارتنا في طرابلس ومطار معيتيغا والطائرات المدنية التي بصدد الإقلاع وبنى تحتية مدنية أخرى والهجمات التي تؤدي لقتل مدنيين أو إثابتهم تمثل جريمة حرب واجددت الوزارة دعمها لحكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا معتبرة أنها توجد مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولية لوقف من وصفته بالإنقلاب حفترة وجهت العديد من الفعالية الصحراوية من جديد نداء استغاثة إلى المنظمات الحقوقية الدولية من أجل حماية الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف من بطش قيادة جبات البوليسارو الانفصالية ويأتي هذا بعد تعرض شاب صحراوي بالمخيمات مختل عقليا لاعتداء عنيف من قبل بعض عناصر العصابة ما تسبب له في جروح بليغة وأوضح الناشط الصحراوي ملي أبا بوزيد المعتقل سابقا بسجن الذهبية في تدوينة بموقع الفيسبوك أن الشاب الذي تعرض لاعتداء من قبل قوات القمع بالرابوني ليس الوحيد بل هو فرد ضمن ثلثلتنا ممن تم قمعهم من قبل قوات جلها أطفال قاثرين ومن جاتي أكد الناشط الصحراوي الفادي البريغة على أن الشاب الذي تعرض لقمع ميليشيات غالي ميليشيات جلها قاثرين هو مختل ذهنيا كان قد وصل إلى المخيمات قادما من ماله وتابع الفادي البريغة في تدوينة النشر على موقع الفيسبوك أنه بهذه المناسبة نوجه نداء إلى منظمة هيومن رايت ثووتش وكل المنظمات الحقوقية الدولية من أجل الضغط على الجزائر لحماية حقوق الإنسان فوق أراضيها وقال إن قيادة الجبل الانفصالية تمارث كل أنواع التعديب والإهانة في حق الصحراويين الأبرياء فوق التراب الجزائرية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر